مسلسل جافر العمضة طبعا كان واحد من اهم الاعمال في رمضان اللي فات والمسلسل قدر ان هو يحقق نجاح جماهيري كبير جدا عشان كده ضفنا النهاردة هو فنان كان ليه زجور مميز جدا في المسلسل ودوره اثر في ناس كتير جدا لانه ببساطة قدر انه ينتقم من شخصية كانت مدايق الناس في المسلسل وهي طبعا شخصية وداد ضفنا النهاردة الفنان كريم صبحي ازيك يا كريم ازيك يا ريام عامل ايه الاخبار انا مستغرب قصلا انت قادة بتعمل مع انترفيو وحياة تريبة انا عارفه لانه احنا كمان كريم طبعا زي ما كلنا عارفين قبل ما يبتزي يمثل كان بيشتغل موزيع واحنا اشتغلنا مع بعض حبة حلوة في حياتنا اشتغلنا من الفين وتمانية تقريبا تقريبا من سبع الفين وتمانية بسا كنت قبل كده انا كبير عام لا امتقليش كبير امتقليش نفسك طب وليا كريم ايه اللي خلاك ان انت فعلا تشفت من ان انت كنت موزيع وبتايت تتجه للتمثيل والله هو مش شفت بس هو الموضوع حصل بالصدفة جدا يعني انا كنت بقدم برامج وكنت بقدم احد البرامج اللي هي نشط اخبار الفن كان برنامج فيورشيب بتاعته عالية جدا وكنت باعمل برضو كفريج للمهرجانات وكده وبعدين من خلال البرامج دي جات لي فرص وروض للتمثيل فابتدى الموضوع وبعدين مع الوقت انجرفت شوية في حتة التمثيل دي بس ما كانش كارير شفت مقصود يعني فهم اصدق حصلت بالصدفة حصلت بالصدفة بس انت كان نفسك تمثل من زمين؟ كان نفسي اه مثل من زمين وما كنتش داخل عفكرة موضوع الازاعة والتقديم ده عشان امسل لا يعني انا بحب ده وبحب ده لكن هي يعني حاجة جابت حاجة بس اللي اتنين ما لهمش اي دعوة ببعض خالص خالص ايو طعم طب عملت اي ورش تمثيل لما بتايت التجه وكده؟ طبعا عملت ورش في مصر وعملت ورش في امريكا في لوس انجلس في ميزنر ستانفرد سكول في قليه وفي مصر عملت مفيش ورش التمثيل في مصر عملتاش عارض كل حاجة ايش تغلت جامد قوي على نفسك طبعا طبعا دايما بسمع فنانين كتير قوي بيقولوا ان الورش برا مصر بتفيد جدا وان هي بيكون مختلفة فعلا ده بيكون موجود؟ بصي هقولك على حاجة هم لها اكسبيرينس برضو كويس ولكن طريقة تمثيلهم بتختلف عن طريقة تمثيلنا انفعالاتهم مختلفة عننا طريقتهم مختلفة عننا في حاجات طبعا نقوم ده احنا هنا ده نتقطيع شرايين او دراما او رعيات او نصوت ونعلي هم هناك اه زي ما انت تقول فيه برود هم ساطل شوية في ريكشناتهم ولكن في الاخر في مدارس تمثيل قامن ما بين المصريين والاجانم زي ليست راسبرج ميزنر وهكذا دي كلها تكنيك تمثيل عالمية وبتتطبق سواء في مصر او برا بس هم طريقتهم نسبيا مختلفة عشان احنا عاصل مختلفين عنهم الزب ثقافتنا مختلفة طريقتنا وردود افعالنا بتكون مختلفة تماما يعني ساعت بحس ان لو انت طلعت وارشة برا مصر سيبك من طبعا المدارسة اللي انت قلت عليها بس في حاجات تانية بيكون هم ردود افعالهم اساسا في الطبيعي بتاعهم مش شبهنا مش شبهنا وساعت بيفتكروا اللي هو ايه يا عم انت مقفر كده لا على فكرة هو عادي ما انا بتكلم وهو وبشاور بايدي وبقى اتكلم وبعلي صوتي وبتاعهم بالنسبة لهم الكلام ده مش ايه ده هو بيعمل كاليه فاهمه طب كريم قولي بقى استقبلت ازاي ردود افعال الناس بعد جعفر العمدة والحلقات اللي انت ظهرت فيها اتخضيت اتخضيت لا حاجة حاجة غير متوقعة خالص فكرة ان انت بتبقي رايحة تعملي دور دور صغير وما فيش ما عنديش توقعات للدور ده وايه اللي هيحصل في الدور ده ومرة واحدة تلاقي التيك توك والانستجرام وفيسبوك والموضوع متفيرل دي حاجة الفورملا بتاعت الترند دلوقتي بما انوك يعني ترند ايه مش مفهومة ما تعرفيش ايه اللي هيطلع ترند وايه اللي يعني ياما دخلنا اعمال وكنا فاكرين انها الدخدغ الدنيا ما عملتش اي حاجة ما حصلش اي حاجة ما حصلش اي حاجة يا مده يا مده هلو ازايك حاش تيني بتحرك مش بقى ايه اللي غيرك ايه ايه اللي غيرك ايه عبيت كي اتفرج على عزي عز اللي انت متمرمغة فيه وتفرجت يا اخويا دسا زي ما انت مش هتتغيري انا نية واطية والقرش سيدك لا تحترم نفسك يا أمي أنت أولا ما تتحضر عرفت مغفل جديد أما مين ترني مغفل ها؟ أرجع ما تتحرقش سريع أزبع والله نكون من موتك هودان والله نقتلك لأنك تستهل الموت بس أنت دائما يا كريم أدوارك بردو بحس أن هي اللحظة بتاعت قلبة المسلسل يعني مش حتى بس في جعفة العمدة في أدوار تانية أنت عملتها كثير تحس أنه ممكن يكون موجود في كل الحلقات بس بيبقى في حلقات أنت بتقلب الموازين بتاع المسلسل ما هو بوص يا ريهم هي الكم ولا كيف كيف طبعا يعني في أدوار بتبقى موجودة من أول حلقة لغاية آخر حلقة في المسلسل دي اسمها أدوار مرضات هو محد موجود بيرد لكن أو ساعات للأسف الكتاب في مصر بيحشوا بيها فالأدوار دي يعني بتبقى أدوار مجملات يعني يعني المسلين بيجوا فيها بيجوا مجاملة كده لكن أنا نوعية الأدوار دي ما بحبهاش بحب حاجة تبقى إفاكتف جدا بغض النظر بقى زهورها كان قد إيه كريم متاخد عنك دايما بسبب أدوارك أن أنت بني قدم شرير يعني أنت مش كده خالص يا كريم بصراحة مش عارب يعني دايما بتنقي الأدوار بحيث أن أنت شوية فيلن أو أن أنت شوية حتقزي حد أو أن أنت حتعمل حاجة في حد إيه كريم؟ ليه كله كافيش تيبة خالص في الموضوع؟ والله مش عارف هو يمكن أنا محصور في الحتة دي لا لا معتقدش مش عارف يعني حتى شكلك الكريم ما يديش كده شكلي شرير؟ لا بالعكس شكلك العكس شكلي طيب مش عارف بس يمكن معرفش أنا لغاية دلوقتي بصي عشان أكون صريح معاك ما جات ليش فرصة أن أنا أختار قوي الأدوار لكن في مصر للأسف في كتير قوي من المخرجين بيقولك إيه دا؟ دا كان شاطر قوي في الدور الفلاني فخليه بقى هنركوره كده على طول بيبقى دور الزابط في واحد بيطلع زابط على طول في واحد بيطلع دكتور على طول أنا صدفت معايا بس إن أنا جروب الدفعة النزوة؟ لا النزوة لسه دوري مش باين قوي فيها هيبان أكتر في قارتو لكن جروب الدفعة وجعفر العمدة نصاب والاتنين جمعة وربعة دا كان أف سيزن وده في السيزن تع رمضان فالناس بقى ابتدت إيه؟ تصنفني أكتر في الحتة دي السباح الخير الليلة كانت حلوة صح؟ اوه، واي كديد كنت أقولك على حاجة صغيرة بس دي آخر الليلة بيننا يا قد ما تبطل هسيرك الخلص دي بقى الله يا سمر ما قلتلك إيش مش هي أنا صبت عليكي يا مي ما بطل غلاثة بقى الله زي ما بقولك كده أنا صبت عليك إيه؟ نصبت عليك إيه يا رحمك نصب يعني نصب سمر يلا يا متر وزع لكل واحد نصيبه من فلوس ابني بزل الشنطة في العربية يا متر بس لازم أعمل الكاونتر بتاعها فعلا أنت عندك حق لا بس لا يعني أنا بصراحة مبسوطة يعني أنا عن نفسي كمشاهدة بتفرج بحيث أنت عاملت دور هيل بجد؟ أه طبعا عجبتك أنا أه جدا يا كريم قصة أنت لوحيدة اللي تقدري فعلا تحكمي علي لأنك أنت عارفاني من زمان فهتعرفي الوقت اللي أنا فعلا لا ده هنا بيمثل هنا طبيعي لأ أنا عايزة أقولك يا كريم إن الواحد بيكون عارفك كمان وعارف شخصيتك اللي هي ملاش أي علاقة بالأدوار اللي أنت بتعملها بيشوفها دي أنت فعلا ممثل شاطر لأن ده بعيد البعد تماما عن شخصيتك الحقيقية والباجراون بتاعتك وأهلك عميني إزاي وفهم اللي هو يعني أنت مشكلة خالص والله العزيم يا ريام بالعكس أتفرج عليك بحس أن أنت فعلا نصاب يعني فهم هيل فبراغو مش عارف أقولك إيه بجد ده أحلى كمبليمت جالي والله لغاية دلوقتي لأنك أنت عارفاني وأعمت ربين مع بعض طب قول يا كريم الدور اتعرض عليك إزاي الشوري البتاعي راح لأستاذ محمد سامي وأستاذ محمد سامي تقريباً كان سكن المسلسل كله كانش ناقص غير الدور ده كان شايله للآخر لأنه ظهوره في الآخر ما كانش لسه اتسكن مواصفات الشخصية وكده لقاها تمشي مع اللي أنا بعتهله في الشوريل فسكنني على طول حتى ما عمل ليش اوديشن لأن الشوريل كان فيه انفعلات ورياكشنز وشخصيات تكاد تكون قريبة من الشخصية اللي أنا لعبتها في جعفر لهم فكان الموضوع تمام يعني على طول بتسكنت على طول في الدور ده وانت وبتقرأ الورق حسيت أنه ممكن يعني يبقى استحالة مستحيلة مستحيل تفكر أنه هيبقى ترامل استحالة ما أنا بقولك أنا تخضيت أنا بعد لما نزلت الشارع في نهاية الخط الدرامي بتاعي أنا وودادت لما بقى البلوت تويست بانت وإن أنا تبع صف صف وإن أنا جاي مش جاي نصاب لا إن أنا جاي أصلا عشان نجيب حق سيد وكده الناس في الشارع كانت مشطبية جدا طبعا بيعملوك كويس نحن شوفنا فانانين تانين في المستلسطة يعاني الناس كانت مش طيقاهم آآ في ناس لما لغاية النهاردة جوري بكر ووداد لما بتنزل الشارع بدت آآ مش صريف بيعملوك وحش بيعملوك وحش آآ جدا آآ والله سعبت علي في الآخر طب احكيلي كواليسك معايها كتت عاملة إزاي بصي كواليس كتت لذيذة جدا كتت زريفة جدا كواليسي مع مع جوري ومع أحمد فهيم ومع هالة صدقي أنا الأيام اللي روحت صورت فيها كانت أيام كنت مرتاح فيها آآ والناس كلها كانت بتساعد بعض والناس كلها زريفة وكده بس أنا كنت رايح حس ان انا ايه ضيف على المسلسل قلت خلاص ماشي يعني حصل العكس تماما اه ما عرفش بقى دي بقى حاجة في في علم الغيب بقى فهما بس أنا كنت مبسوط في الكواليس وأستاذ محمد سامي برضو ال 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 استحالها. صح? فعلاً ده اللي حصل. طب ايه الدور اللي انت بعد ما تفرقت بقى على المسلسل وكده كان نفسك تعمله? والله مش حقيقة يعني. يعني اجيب مش وداد. الدور اللي نفسي عمله اعتقد اصلاً مشكلة في حاجة. انا لما بتفرج على فنان بيعمل دور ما بعرفش اتخيل حد غيره في الدور ده. يعني خلاص هو بيثبت في دماغي بالدور ده. يعني الادوار كلها الادوار الرجالة كلها في المسلسل الكارم فتح الله ونعيم وكده. مش متخيل حد تاني يعملها غيره. بس لما بيجي الورق في الاول خالص. وانت بتقرأ كده بتحس ان فيه اكيد يعني دور كده اللي هو تحس اللي هو ايده انا نفسي يعمل الدور ده. او انا حسس ان انا لو عملت الدور ده هيبقى مثلاً سهل علي ان انا يمثله او صعب علي جداً ان انا يمثله بس نفسي يجربه. فأني دور. كان فيه ادوار جريئة في المسلسل. طبعا. دور. بس انت كمان دورك جريئة. دوري جريئة. اه. بصراحة دور كارم فتح الله جريئ جداً. اللي هو اللي لعبه الفنان احمد عبدالله. اه. لانه ده كان فيه مشاهد اكشن كتير. وعايز اقولك برضو مش سهل على هو اصلاً دكتور. اه. مش سهل على دكتور انه يبقى يعمل بقى شفت يبقى ممثل. واحنا كمان الشعب المصري بيتأثر قوي باللي بيشوفه في التلفزيون. فكان طالع شرير وكان بيتضرب. واسورية ضربته في الحارة وبتقفل لها. بالشبش. اه بالشبش. اه بالشبش. يعني حرام والله سعب علي. دوره جريئة. محتاج طبعاً حد جريئة. طب كريمة انت تفرقت من الاول خالص. يعني واحد رمضان اتفرقت على المسلسل من اول بداية عرضه. اتفرقت. طب وكنت حسس ايه. ما كانش لسه حسس ان ان الدنيا هتنتشر. وان الناس هتبقى مركزة. يعني فيه ناس كتير قوي كانوا بيقولوا ده. احنا حسينه زي وقت المطش بتاع مصر مع بلد تاني. ما انا انا استغربت ان الناس بتعود اه اه وقت ازاعة مسلسل جعفر لعمدة. بيعودوا كأنهم بيلموا بعض بيتفرجوا على مطش. وبيشجعوا كده. افلات الحلقات مرعبة. اه. يعني بجد الواحد ما بيبقاش عارف ايه اللي هيحصل بكرة وبيقم استني بكرة عشان يتفرج. انا كنت بجمعهم. عشان ما دايش نفسي. بتاخدي بلوكات ها? لكشة. يعني اجمعهم فيه مسلا مسلا عشر رمضان متفرج على عشر حلقات ورا بعض. ناس كده كان بتعمل كده. ناس كده كان بتعمل كده. ايوة لان الواحد بجد كان بيعايز يعرف ايه اللي بيحصل. ومحمد سيمي دايما بيقفل في وقت اللي هو احنا بجد حنموت ونعرف ايه اللي حصل بعد كده. دي حقيقة فعلا. اه. لا مسلسل جعفر لعمدة كمان متهيقلي على نص رمضان عيلي قوي. اه. بعد. بعد ما احنا عرفنا ان مراتو هي اللي سرقى التفل ولا؟ لا متهيقلي وقت ما وداد قالت لسيد اتجوزت شوئي وقالت لسيد انها اصلا خلع من سبع شهور. بالظلسل. متهيقلي دي كان تلبو. دا كان في نص رمضان تقريبا ووقت خروج شوئي من السجن. مصر كلها كانت عايز تقتل الوداد. بجد. بص انت كنت. طبعا انا عايز اقولك على حاجة. على فكرة عايز اقولك. دور وداد مش من الأدوار الكبيرة في المساسة. يعني دور الأربع ستات أكبر. الأربع زوجات. أه الأربع زوجات. أكبر منها. ولكن ده اللي انا كنت بقوله لك في أول حلقة. هي بالكيف. هي عملت حاجة. فهمها. في حالة هي عملت. فجرت قضية. فهمها. فهي دايما بيتبصلها كده. دايما بيقوله. ومع مش عارفة ده صحة. لا. بس يعني الناس اللي بتتفرج دايما تقول ان الدور بتاع الفيلين أو الشخص الشرير بتعرف بسرعة جدا. والشخص ده بيبقى معروف بسرعة جدا. والشخص ده دوره بيعلق مع الناس بسرعة أكتر من الشخص اللي مسلا ممكن يطلع طيب. ده حقيقي؟. بصي أقولك على حاجة. الشرير دلوقتي السوشيال ميديا ما بقاش حد. وهي بقى الواحد بيشوف الرياكشنز بتاعت الناس على السوشيال ميديا. فالشرير بيتشتم على السوشيال ميديا. والطيب بيتقال عليه أهبل وعبيت على السوشيال ميديا. ما حدش عجبه حاجة. فما حدش عجبه حاجة. فما حدش عارف فعلا الأدوار اللي بتعلق مع الناس هي ايه؟. الطيب بيحبوه ولا الشرير في الآخر بيحتبروه سوبر هيرو ولا ما بقاش مفهوم يا ريهام. يعني ايه كومنس انت يا كريم طيب على السوشيال ميديا سلبية بسبب دورك. مش سلبية ان انت مثلت حلوة أو وحش لان ما فيش حد هيختلف على الموضوع ده. بس قصدي اللي هو مثلا انت كنت شرير قوي مع وداد انت كنت في حصل كده؟. في اول كام حلقة الناس كنت متضايقة جدا ان انا هاجي اخد الخمسة مليون اللي هي اصلا مقلباهم من سيد فاكرين ان انا هحطوها هحط الخمسة مليون دول في جيبي. فلا معصفصف وهي وقتراميالها كلمة في الاول على فكرة. بس احطش افتكرتها. انا افتكرتها. انا افتكرتا هش طرخ التركيز. برافو عليك على فكرة. اوها وقفت امنتش. اه 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 اه. ما فيعمتش. اه اه اه. ففا اول اول ظهور ليها الناس فتكرت ان انا صاب. فكان فيه اه 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 اناس متضايقة. لكن في الاخر خالص الناس بقى. حبتك. اه اه اه. سيد كريم احكيني عن دورك فا اه 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 اجروب دفع. جروب الدفعة اخرج استاذ محمد عبدالسلام وكان فيه مجموعة كبيرة من الشباب شاري عادل وميدو عادل وعمرو وهبة وإحمد مجدي وولا الشريف وبسمة داود أنا كنت مبسود بالمسلسل ده لأن المسلسلات اللي بيها بطولة شبابية بتبقى برضو لها تارجت للتينيجر أكتر نوعيات المسلسلات اللي بيها وأول العشرينات بالزبط فدي شريحة كبيرة جدا أنا كنت حب وصلها فجروب الدفعة أنا شايف أن جروب الدفعة نجح أنه يوصلني للشريحة دي طيب كريم هتعمل إيه دلوقتي يعني دلوقتي بعد بنت تطلعت ترند على السوشال ميديا بطريقة كبيرة جدا 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 من دور يمكن ما كنتش موجود فيه من الأول المسلسل لأخره لكن هو أثر جامع جدا في الناس فدلوقتي اختياراتك هتبقى عاملة زي الفترة الجاية أعتقد أن أنا لازم ألعب الكاونتر يعني أنا كنت نصاب وفيلين هو فيلين لأنه نصاب في الآخر بس هو يعني شاف المصلحة فيه نصاب مع الناس اللي احنا نحبها بس أنا نصاب في الآخر أعتقد أن أنا لازم ألعب أدوار مختلفة لأن دورين نصاب كده وراء بعض لأ هتلبس فيه فلازم بقى نشوف دور بقى تاني وأعتقد برضو أن أنا هشتغل أن أنا غير بقى اللوك بتاعي يعني أنا تلعت بلوك معين في المسلسل وده هيتغير بقى خالص وفي حاجة جديدة تانية قرير والله كلام لسه مفيش حاجة يعني مفيش حاجة مفيش حاجة مفيش حاجة لأ رباني وفاقك يا كريم ومبسوطة جدا 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 وأنا أكثر أنت كنت معي النهاردة وأنا أكثر وأنا أكثر والله العظيم وأنا كمان والله يعني مبسوط أن أنا كنت معيك والله مستغرب الموضوع شوية أمور عملك الترفيو أيوه يعني دائما كنت نتخنق مع بعض أكثر بالزبط ممكن نتخنق ممكن نتخنق على الهواء لو عايزة لا ربنا أجي بخدق أرجوك مرسية كريم نورتني ونورت ترانز أرجعك بقى أنت الزمن الجميل بتاع التقديم وهخليك أنت النهاردة اللي تقفل الحلقة بتاعي هقفلها أيوه يلا ورينا شطرتك ماشي مشاهدينا بكأنكم نوصلنا لنهاية حلقتنا من ترانز ما تنسوش تتابعونا على الأربع الجاي مع ريهام الشيخ في ترانز كان معكم كريم صبحي باي باي